عندنا في البصرة في الناصرية في العمارة نحتاج فيزيويين على مستوى عالي من التدريب ونحتاج أيضا أطباء أورام على مستوى عالي خبرة الإشعاء ماشيين بتوفير أطباء جانب من خلال استخدام الطبي لحين تدريب زملائنا والفيزيويين أما علاج الأورام الجراحي أطباءنا مثل ما قلت الحضرتش الآن بدت هذه الزمالة قد نحتاج بعض الأحيان لبعض الحالات التي نحتاج بها تداخل جراحي مرة نرسلها خارج العراق ومرة نستخدم فرق داخل العراق لكن أيضا أحب حييك معه للوزير يعني فيه موضوع مهم جدا هو موضوع غسل الكلة يعني قدرتم أن تعملون على هذا الملف وأيضا تفتحون مراكز متخصصة في هذا الملف أريد أن تطمن المواطنة اليوم عن المراكز التي فتحتها وزارة الصحة في موضوع غسل الكلة يعني هذا أحد الملفات المهمة جدا واللي يكلف الدولة الكثير نحن جزء كبير من الموازنتنا تروح إلى غسل الكلة نعم والآن في كل محافظة أكو مراكز تقدم الخدمة وأكو مراكز قيد الإنشاء نعم وفي نفس الوقت أيضا بالتوازي مع مشروع توسيع خدمات غسيل الكلة هناك توطين للصناعة الدوائية في غسيل الكلة لدينا مصنع الصحة الوطنية اللي هو قطاع مختلط بين وزارة الصحة وقطاع خاص بدأ ينتج محالي الغسيل بريتوني وهذا اللي أول مرة بالعراق وهذا رح تنقلنا أيضا شيء إيجابي جدا وجهي جدا نقلة نوعية جديدة إن شاء الله أيضا ينجح هذا المصنع بتوطين صناعة مواد غسيل الكلة للغسيل الدموي الآن نجح بالبريتوني وكان وقع وجوز حضرتك موجودة وقع مع شركة باكستار خلال زيارة دولة الرئيس الأخيرة إلى الولايات المتحدة وإن شاء الله أيضا يقدم خطوة جديدة بتوطين تصنيع المواد الداخلة في غسيل الكلة الدموي بالنتيجة رح يكون عندنا مراكز موجودة يكون عندنا تصنيع وطني موجود هذه رسالة مطمئنة إلى المصابين بهذه الأمراض ونعمل الآن على الوقاية من هذه الأمراض من خلال برنامج ومراكز الرعاية الصحية الأولية لاكتشاف أمراض الكلة المبكر الاكتشاف المبكر بالنتيجة يقل المواطنين يقل ناس من الذهاب لا سمح الله إذا كان مصاب أن يصل إلى مرحلة العجز الكلوي ويحتاج